لو خدنا المجموعة دي عشان بس أكد الفكرة هنعيدها تاني لو خدنا مجموعة الكلاب اللي هي شعر قصير ومتوسط وطويل ده الشكل الخارجي المورفولوجي التركيبة الجينية SS اللي هو short short SL اللي هو short long وبعدين LL long long تعال بقى نهجرهم لمنطقة شديدة الحرارة تمام؟ إيه اللي هيحصل أن الشعر الطويل ده هيفرهد من الحر هيموت لازم يحلق له آه بالزبط فالشعر الطويل ده والشعر المتوسط هيموته مش هقدروا يتحمله الحرارة دي مين اللي يقدر يعيش في الجو ده؟ أبو شعر قصير اللي هو SS فهيموته الشعر المتوسط والشعر الطويل فنعمل لهم الجنازة بتاعدهم يبقى فقدنا SL وفقدنا LL كل اللي تبقى SS فلما يتزوجه مع بعض يبقى SS يبقى يطلع كله شعر قصير 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 والتاني في المثال الأولاني كله يطلع شعر طويل 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 الشعر المتوسط في المناطق اللي بين البرودة الشديدة وبين الحرارة الشديدة فده الانتخاب الطبيعي فالانتخاب الطبيعي ده ما بيزودش المعلومات هو بيخلي المعلومات التركيبة بتاعتها تختلف فالصورة اللي قدامنا على الشاشة دلوقتي بتورينا الناتشرال سيلكشن اللي هو الانتخاب الطبيعي لو في زئب وزئب عليهم الصفات الوراسية كتير قوي 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 عمالة الصفات الوراسية دي تقل تقل بالتدريج زي ما احنا شايفين على الصورة عمالة تقل 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 لحد ما توصل للبودل الصغير قوي ده اللي ممكن تحطه في الهاندباك بتاعك لكن هم لازالوا مجموعة الكلاب لازالوا في الجنس الواحد مجموعة الكلاب الافليوشن بقى عشان يحصل اللي هو نشوق الارتقاء محتاج تضيف معلومات هو بيقولك بيبتدي بخلية واحدة محتاج تضيف معلومات على الخلية دي باستمرار عشان تدي وظائف تانية فالخلية الواحدة دي ما تقدرش تطلع العين مثلا فلازم يجي لها إضافات تطلع شفرات يتطلع العين تطلع الودن تطلع الأنف تطلع البق تطلع الحواس المختلفة فتيجي منين دي دي الانتخاب الطبيعي ما يقدرش يجيبها ده لازم حد يحط المعلومات دي والمعلومات تنشأ من ذكاء لا تنشأ من مادة فالترابيزة دي ما تقدرش تطلع لمعلومات بالضبط والداتا دي مصدرها عقل مش مصدرها مادة فالانتخاب الطبيعي لا يمكن أنه هو يكون وسيلة للحياة لبدء الحياة مش ممكن النشوء الارتقاء مش قادر يشرح الحياة جات منين وبيحاول يشوف التغيرات اللي بتحصل في الحياة ويقول لك دي ممكن تنشأ بالصدفة بنقول لأ الصدفة ما تقدرش تعمل كده ريتشارد دوكنز وده راجل مشهور جدا وضد المسيحية وبيؤمن بالنشوء الارتقاء طبعا بيقول أن الانتخاب الطبيعي قوة غاشمة يعني قوة ما عندهاش بصر للقدار وقوة ما تقدرش تعرف إيه اللي هيحصل بعد كده وما عندهاش ما عندهاش إيه اللي هيحصل في الآخر خالص ويقول لك برغم كده الانتخاب الطبيعي هو وسيلة الحياة بتاعتنا يعني وانت بتتكلم عم بفكر اليوم يعني في تصنيع الكمبيوترات وانه ممكن يقوم بكل الأعمال وبكل الأشياء فعم بحاولوا يصنعوا شيء اللي مش بحاجة لأي يعني عناية أو انتباه وكأنه اللي راح يكون إله يعني بمعنى بس في حد صنعه بالضبط كده وحد أضاف المعلومات بالضبط وهيكون له لمت كمان هيكون له حدود مش هيكون مطلق مش هيكون سرمدي تمام وهي إما المادة أزلية إما الله أزلية فالمادة مش أزلية لأنها بتتحلل الله خارج المادة والله هو مصدر الحياة